التشخيص غالبا يكون يكون فحص سريري إكزاما كلينيك هذك الإكزاما كلينيك يكون يقوم فيه الطبيب الأسنان بأول حاجة بالإنسبكسيون واللي هو الفحص المدقق بعينيه بالمغوار يقعد يحول ساعة بمواد معينة وكاينة ثانية لازم لابا الباسيون ساعة الدونتيس لازم يمس هذك الحاجة عفوا إذا كينا كينا نقول إحنا كيست كينا حاجة كينا نقول إحنا غريبة وممكن يلجأ حتى للقيام براديوات من أجل تأكيد ذلك التشخيص الحاجة اللي ساعة تضحكنا كأطباء أسنان أنه شخص يبعث لك صورة ولا يعيط لك في الهاتف يبدأ يحكي لك ويقول لك راني عندي وكذا وكذا وعطيني دوامة لازمك تشوف ولازمك كينا نقول إحنا تمس وتدي الراديوات ويا ربي توصل لهذاك التشخيص الصحيح حسنًا